فبالتالي ما عندناش معلومة ايه الاندية المصرية اللي حصلت على الموافقة باستفاقها كل المعايير؟ او اللي حصلت على عطاق؟ الصفحة ان احنا عندنا معاد خمسة سرعة يعني لسه مفهول طيب، المصري استوفى الشروط؟ هو لحد دلوقتي المشتريات المقدمة ان هو تمام بس برضو اللجنة ما زالت بتفحص الزمالك والمصري هو كان المصري عنده مشكلة شبيهة من مشكلة الزمالك مع خالد بوطيبة ومشكلة رامل بدوي بحسب معلومتي تأكد او تنفي لو معاك المعلومة انه دفع خمسين في المية وجدول المستحقات لو الاجابة اه، اتفضل هل ده معناه انه كده حل المشكلة خلاص؟ بالزبط انت الاستثناء بتاعي تقتل لمدة تراتة وستين من لها الترخيص ان انت تقدم ان انت جدولت او تم تسوية الامر او انت اجلته لبعد الموافق مفهوم ماذا عن الزمالك؟ الزمالك لسه والله الامر معروض اهم لاتبت منح الترخيص هتبكت فيه بناء على الاوراق المقدمة من ناس الزمالك لم يقدم الزمالك ما يثبت انه حل او جدول او اجل قضيته مع خالد بوطيب؟ حتى الان مفيش جدولة واذا وصلنا لخمسة يوليو دون جدولة او حل مفيش مشاركة افريقية للزمالك؟ بالاسف انا بقول لحضرتك الكهف معانا على السيستم تمام مفهوم يعني انت لو ما رفعتش الورق اللي بيقول الجدولة او التسويق او الكلام ده الموضوع يعني صعب شوية بيكون ايه البديل بيشارك نادي اخر بديلا؟ بيشارك النادي اللازي يليه بس طبعا عشان كيف يقول لحضرتك احنا قدمنا بعتنا لطمانتاشر نادي عشان اولا كنا في اول خمسة مش عارفين مين اللي يشارك في افريقيا سعنيا عشان لو ترفض رخصة لنادي او اثنين يكون فيه اللازي يليه اللي هو النادي اللي بعديه في جدول الترتيب او تبقى للمعايير الخاصة بمشاركات الاندي المصرية مفهوم تماما اللي هو في حالتنا هنا امبي بما انه امبي كان بيتنافس مع المصري البور سعيدي على البطاقة السينية بعد ما الزمالك لكن الغاية دلوقتي الزمالك قدامه لغاية خمسة يوليو لحل المشكلة بالزبط طيب ممتاز السوبر الافريقي هل ده يتأثر ولا ده مرتبط بالبطولة السابقة وبالتالي استكمال للسنة اللي فاتت وبالتالي لا قلق على ماتش الاهلي والزمالك لا السوبر الافريقي ما نرش علاقة بالترخيص تمام ده حتى هو لو له علاقة فهم بلعبوا السوبر بناء على الرخصة اللي خدوها السنة اللي فاتت مفهوم مفهوم واضحة تماما هارجع للصورة العامة اكتر او الاكبر شوية أستاذ طبجي وهي نقطة انه اساساً ايه الغرض من وجود فكرة الترخيص لماذا معمولة؟ لماذا معمولة على مين؟ ايه الفايدة اللي بتعود على الكرة حول العالم من فكرة الترخيص هي اسمها رخصة الاندية المحترفة تمام يعني ده لتحسين المستوى الاحترافي الاندية ان انت طبعاً لما بيكون عندك طبقت عندك قطع ناشئين وعندك ملاعب كويسة او عندك اساس قانوني كويس مطبق المعيار المالي كويس ومفيش مدونيات عندك ناس كواليفايد جوه النادي بتشتغل في النادي ده طبعاً كله يعني بيدل على الاحترافية عندك مدربين واخدين لايسنس مؤهلاً فده ده بيدل ان النادي نادي محترف وده المفروض الاندية تستغله اللي بياخد رخصة ده يعني نادي محترف مش حاجة سهلة يعني طيب هل في رسالة تحب تقولها للاندية المصرية على مستوى التعاون اللي بيبدو في التعاون معاكم او على مستوى نصائح فيما يخص الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص في حاجتين الحاجة الاولى طبعاً انا بشكر الاندية انا طبعاً بنتكلم على لايسنس الكاف معايير الكاف ده مش سهلة تماماً لازم يعملوها في اندية كتير في افريقيا ما بتقدرش يتطبقها تماماً معظم اندية عندنا شغالة كويس على معظم معايير عايز بس يعني النقطة التانية ان الناس تاخد بالها من المواعيد المالية والماليونيات دي مهمة جداً ان الناس تقرى الليحة وتشوف يعني لو صدر خرار او حاجة تحاول تحله قبل المواعيد دي لان احنا بعتنا بكيل وعملنا ووركشوب سنة اللي فاتت ونبهها للموضوع ده وبعتنا الليحة أكثر من مرة فالناس طبعاً عشان موضوع الترخيص الناس فاكراً ان الطريق أهم من الترخيص مع ان اللي اتنين ماشيين في طريق موازي يفتكروا ان ايه اهم من الترخيص؟ الموضوع انه قايد لعيبة يقايد على سيستم الكاف ثم مفاجرين ان ده اهم حاجة التلخيص يازل تاخد رخصة عشان تقايد لعيبة يعني مش تقدر تشارك وتاخد رخصة دي مرحلة أولية الورش دي تعملت فين في الاتحاد المصري لكرة القدم مش كده؟ مش سامح احداك معلش الورش اللي حكيت عنها دي انا فاكر خبر اعملنا عملنا وارت 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 عمل والاستاذ والي ده عطار بطريق تنفيذ الاتحاد ومحمد سيدات اعتقد من الكاف محمد سيدات حضر من الكاف والاندية كلها حضرت وكنا مجمعين مسؤولة الاندية كلهم وشرحنا لهم المواعيد وشرحنا لهم لايحة الكاف واللي اتغير في 2022 وبدأ وعلمناهم للسيستم ودربناهم على السيستم فالموضوع يعني السنة دي انا ممكنش متوقع ان الناس متاخدش بالها من القصة دي جالكم يعني حس ان كلامك ده كأنه رد على عتاب ممكن يكون وصلكم ان انتو ما قلتولناش او احنا لسه عارفين او انتو كنتو فين وجايين طولنا دلوقتي هل حصل ان الاندية قالتلكم ان انتو ما كلمتناش او اتفاجئنا بالقصص دي؟ لا لا محدش قال كده لكن الناس مش وقدة الموضوع الترخيص يعني وقدة على قديم او من عادي ممكن مكونك رخصة والعب مفهوم مفهوم الناس بنركزها في القيد فقط يعني موضوع الترخيص مهم جدا ده قبل القيد واضح لو ما اخدتش رخصة مش طرف تقيد العين طيب هل ممكن خمسة يوليو دي تتمد شوية ولا دي المهلة الاخيرة؟ لا دي مهلة يعني احنا خدمها من الكاف بصعوبة جدا هل نعرف مثلا اسماء الاندية الاكثر تعاونا او فهما للقصة فمخلصة قصصها او قريبة من انهاء قصتها في الترخيص؟ والله هو الاندية كلها اشتغلت على السيستم فعلا يعني انا بقول لحد اكتبتها بشكر الاندية ان الاندية مفهوم اشتغلت وفاهمة بس هي الفكرة انه اوقات بيقدم الورق ومش عارف ان الورق ده في صالحه او مش في صالحه اه اه مفهوم بيكون في ادارة مفروض يعني توقعك بيكون في ادارة للترخيص في الاندية علشان تسهل الورق؟ واحنا بعثنا الاندية قبل ما نعمل ورشة العمل ووكشوب عباعتنا ان لازم يكون في حد مسؤول عن الترخيص عن الملف ده اه مفهوم طيب انا بشكرك جدا سيد محمد طبجي وهو بالمناسبة ايضا مستشار قانوني في الاتحاد المصري لكرة القدم نورتنا وشرفتنا مدير ادارة الترخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم